مقابل هدف البعض التخوف من البداية كابتن حشيش وحتى أنا شفت على سوشال ميديا بعض الكلمات أنه يعني إيه التشكيل اللي نازل بيه كولر ومش إيه التشكيل اللي نازل بيه كولر ولكن الحقيقة فجئنا أن هذا الرجل عنده معرفة ودراية كاملة بكل اللاعبين اللي تحت إيديه طبعا مدير فني كبير أو مش فجئنا نعارفين يعني بالضبط مدير فني كبير طبعا لنادي الأهلي يعني هو عارف اللعيبة بتاعته أضرى بيهم من أي حد بيتفرج لأنه هو معاشرهم يوميا في النادي وعارف مستوات اللعيبة كمان عنده فترة مليئة بالمباراة الحقيقة سواء محلية أو إفريقية يعني أنت بتلعب ماتشين في إفريقيا برا مصر وجاء تلعب مباراة مؤجلة من مباراة الكثير الحقيقة المؤجلة في الدوري وعنده ماتش يوم الجمعة كمان فلازم يعمل الروتيشن المزبوط ويدخل اللعيبة كلها في الصورة سواء اللي كانت بعيد شوية بتبتدي تاخد فرصها النهاردة الحقيقة التشكيل طبعا لو هنقرنوا به التشكيل المباراة الأخيرة بتاعت إفريقيا من ديامل غاني طبعا مغير ناس كتيرة جدا جدا وناس بتبتدي تاخد فرصها ومرائح ناس عشان برضو المباراة اللي جاية وبعدين زي ما احنا قلنا أي حد بيقايد في النادي الأهلي من خلال التشكيلة بتاعت النادي الأهلي فهو قادر أنه هو يقدي ويكسب النادي الأهلي طبعا في أي وقت ما فيش حاجة اسمها أساسي واحتياطي في النادي الأهلي كل اللعيبة كل اللعيبة مستوات واحدة الاختيار بقى بتاعة كل المباراة هو على عاطق طبعا المدير الفني والحقيقة النهاردة شايفين يعني رسالة طبعا النادي الأهلي يعني بيديها طبعا المنفسين في البطولة المحلية وبيكسب بلدية المحلة وبيكسب بسكور كبير كمان شوفنا طبعا تقلق أكتر من اللعيب اللعيبة اللي خدت فرصها اللعيبة الجديدة اللي حتى جات فيه انتقالات يناير عملت برضو شغل كويس قوي وسام النهاردة أظهر مستوى كبير وتحس أنه اللعيب واثق من نفسه والأهداف اللي جابها كمان هتدي له ثقة أكتر في المباراة القادمة بقى عندنا في مركز مصر راس الحرب اللي كنا بنشتكي منه أكتر من اللعيب فيه كهربا فيه وسام فيه مودست ثلاث لعيبة من خلال المنافسة طبعا كله بيتنافس عشان يحط رجله أساسي فيه الملعب أو في التشكيلة دائما الأساسية فدي حاجة كويسة لأنها المنافسة اللي بترفع المستوى وبتبقى أنت متطمن كمدير فني وكجمهور أن أنت لو أي إصابة جات أكيد أي حد معرض لها من خلال طبعا المنبرات الكتير النادي الأهلي بيلعبها المنافسات دي طبعا بين اللعيبة وبعض بتعلي في المستوى وكسبان في الآخر هو فريق النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي طيب مباراة راحت وجدت ولكن من منذ البداية وإحنا عادينا بنتفرج شايفين النادي الأهلي الأفضل في كل شيء من البلدية من البداية طبعا كان باين اللعيبة عندها تدفع أنها تكسب وتكسب بسكور كبير كان في ضغط على فريق البلدية الحقيقة يعني النادي الأهلي مداش فرصة للبلدية أنها حتى تستحوز على الكرة في نص ملعبها وضغط عليها من قدام خالص الأهداف كمان اللي جات بتدي طبعا ثقة للعيبة النادي الأهلي أنه يطلعوا اللي عندهم وفي نفس الوقت بتصدر الإحباط للفرقة التانية المسكور الكبير ده طبعا بيدي أحباط لأي فرقة تانية فالنهاردة الحقيقة ماتش كويس يطمن على فريق طبعا النادي الأهلي في المرحلة كمان اللي جاية اللي هي مرحلة مهمة ما بين آخر طبعا مباراة في الجولة الإفريقية وبعد كده طبعا مباراة الكاس طبعا مباراة قوية جاية يعني منتطمن على اللعيبة اللي رجع من الإصابة أو على مستوات اللعيبة وإن كان حتى لو بعض اللعيبة برضو يعني ممكن تكون مش في أعلى حاجة أو مش أحسن حاجة إنما اللعيبة الآخرين طبعا اللعبة جماعية ده بيشيل ده بيؤدي للنتيجة اللي احنا شايفينها بسكور كبير وزي ما انت قلت يعني النادي الأهلي يلقى بسبع مباراة والمنافسين بيتكلم على 14 و15 ويطلع هو في الصدارة في التهديف وكده فطبعا يعني حاجة مطمئنة للجمهور اللي طبعا متابع فرقته ومتابع كل ماتش وما بيفرقش معاه بقى ماتش في إفريقيا أو ماتش محلي احنا النادي الأهلي بيلعب على كل البطولات سواء المحلية أو الإفريقية فإن شاء الله طبعا يعني عنده تشكيلة كبيرة دلوقتي جاهزة تقدرش تقول زي ما قلت الكلام ده قبل كده احنا بنقاش عارفين مع كولر مين التشكيل حتى التوقعات تتوقع ايه التشكيل اللي جاي انت متعرفش التشكيل لأن كل اللعيبة في المراكز كلها فيه أكتر من اللعيب حتى بيبدل أماكنهم كمان شايفين النهاردة عمر كمال بيلعب ناحية الشمال وهاني ناحية اليمين وبعدين حصل تغييرات غير